لانشاء قائمة تشغيل أو قوائم تشغيل في يوتيوب لترتيب فيديوهات قناتك أو وضع فيها فيديوهات أخرى من قنوات من اليوتيوب اتبع معي افتح اليوتيوب واضغط على أيقونة المكتبة هنا تجد قسم قوائم التشغيل لعمل قائمة تشغيل اضغط على قائمة جديدة واكتب لها اسم ومن الخصوصية حدد هل تريدها خاصة يعني ما حد يشوفها إلا أنت أو غير مدرجة يعني فقط يشوفها إلا لمعه رابط القائمة أو علنية يعني تكون مرئية والكل يقدر يشوفها اختر علنية واضغط على إنشاء الآن تم إنشاء قائمة التشغيل للتعديل عليها أكثر من علامة القلم كيف تضيف فيها فيديوهات من قناتك اتروح لخيار فيديوهاتك هذا الخيار وتضغط على ثلاث نقاط بجانب الفيديو الذي تريد وضعه بالقائمة وتختار حفظ في قائمة التشغيل وتحدد القائمة وتضغط على تم وهكذا لإضافة المزيد من الفيديوهات في القائمة الآن تم وضع هذه الفيديوهات في قائمة التشغيل ويمكن تشغيلها من هنا تمام الآن كيف أضيف فيديوهات من اليوتيوب من قنوات أخرى في قائمة تشغيل مثلا هذا الفيديو تضغط على ثلاث نقاط وتضغط على حفز في قائمة تشغيل ممكن تضيفه في قوائم تشغيل موجودة حاليا وممكن تعمل قائمة جديدة يتم وضع الفيديو فيها من خيار قائمة تشغيل جديدة وتسميها وتحدد خصوصيتها وتضغط على إنشاء الآن تروح لأيقونة المكتبة تجد القائمة الجديدة هنا والجميل في قوائم التشغيل أنه يمكنك ترتيب الفيديوهات فيها من أيقون الترتيب هذه الأيقونة وتقوم بترتيب الفيديوهات وتختار الطريقة المراد الترتيب فيها لتعرف أكثر عن يوتيوب شائد قامة الفيديوهات التي ظهرت أمامك على الشاشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته